العمود الفقري بتاعنا بتكون من 33 فقرة ده كل وظيفته حاجتين أساسيتين أول حاجة أنه هو يشيل الحمل بتاعي يشيل وزن جسمي وبينقله بعد كده على الطرف السفلي دي وظيفة أساسية لي والوظيفة الثانية بقى أنه هو بيوصل كل الإشارات العصبية اللي المخ عايز يوصلها للجسم يعني كل الداتا لو احنا قلنا أن المخ ده عامل زي الكمبيوتر فالعمود الفقري عمود الفقري ده عبارة عن الأسلاك الكابلات اللي بتمشي فيها الإشارات العصبية اللي بتمشي فيها المعلومات اللي تروح لكل عضلة واللي تاخد الإحساس بتاع جسمنا واللي تخلينا نتحرك ونقوم ونمشي واللي تخلينا نحس بالبرودة والسخونية ودرجات الحرارة مختلفة كل الإشارات العصبية وكل الكلام ده بيتنقل عن طريق الحبل الشوكي اللي موجود فين جوه القناة العصبية في العمود الفقري السورة يمكن عندنا موضحة يا دكتور يوسف بالضبط كده يعني ده العمود الفقري عبارة عن فقرة وبعد كده الأصفر اللي حواليها ده الحبل الشوكي اللي هو فيه الأعصاب وبعد كده الأصفر اللي طال لنا العمدان اللي طال علنا دي دي الأعصاب كل عصب بيروح يغزي حاجة معينة واللون اللابني ده هو الغضروف اللي ما بين كل فقرة والتانية وده اللي بيسمح لنحن نتني ونتحرك وما يبقاش عمود كده واقف سابت اشتركوا في القناة